السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي إن شاء الله تكونوا بألف خير فاليوم شاء الله جبت لكم 1 شنيك اللي هو جدا رائع اللي ناجح مئة في المئة فكنتمنى أنكم تتابعوا معي المراحل للآخر فغادي نبدأ إن شاء الله باش نعطيه المكوينة ديال العجين فكنتحتاج للعجين كاس ديال العنوبة ديال الحليب دافي ربع كاس ديال الزيت نس كاس ديال السكر سانيدة ودائما بقياس ديال كاس ديال العنوبة ساشياد الفاني جوج مع الكوبار ديال الخميرة نسمع علقة ديال الملح ودقيق هنا عندي تقريبا ثلاثة الكوز للعنوبة فغادي نبدأ بثلاثة الكوز للعنوبة ومن بعد يلخص ناشي حاجة فكن نضيفه فعلى حسب نوعية الدقيق وشكي شرب السوائل أو للا فغادي نبدأ العجين إن شاء الله لكي يجي رائع فغادي نبدأ بالحليب غادي نضيف عليه سكر سانيدة والخميرة والملح وصاشية ديال الفاني وغادي نخلط الكل مزيان ومن بعد غادي نضيفه ربع كاس ديال الزيت فيمكن لكم الضعف والكيميا كيف يمكن لكم تدروا هذا القياس اللي أنا درت اليوم فكي خرج واحد الكيميا اللي هي اللي بأسة بها فغادي نبقى نضيف الدقيق فغادي نصب قدوك كلتة الكووس اللي عبرت ديال العنوبة ومن بعد غادي نضيفه لخصني الدقيق بالتدريج حتى تنحصل على واحد العجين غادي يكون متماسك ومن بعد غادي نضيفه شوية ديال الدقيق فكي نحاول غادي ندخل الدقيق مزيان حتى تنحسب واحد العجينة اللي هي متماسكة ومن بعد غادي نضيفه واحد شوية فمكي حتاش بساف ديالتليك غير شوية شوية فكي مالحطو القوام ديال العجين سيكون متماسك فهدين ديال الكوير وحد شوية ومن بعد غادي نخليه إرتاح اربع ساعة غادي نغطيه بشي كيس بلاستيكي وغادي نخليه إرتاح اربع ساعة وغادي نخليه إرتاح اربع ساعة وغادي نرجع له باش نكمل المراحل وغادي نخليه وغادي نخليه اربع ساعة وغادي نخليه وغادي نخليه وغادي نصرحه بالمساعدة الضقيق فنرقق العجين ديالي نرقق العجين ديالي جيدا لا اربع ل Lia وضع لآلة كش احتاج لطورق الزبدة اللي كندوبها وانشا جوج معلق الانشا فالزبدة ما كانحتاجوش بزاف فكندوب دوبتها هنا واحد مئة قرام فكما تلاحظو كنتستعمل غير بالفورشات كندهل العجين ديالي فرا ما تتاخد ليش واحد الكيمية كبيرة ديال الزبدة نهائيا فرا كيجوها تشنيك نسبة الدوين قليلة فيهم ماشي كثيرة كما تلاحظو كندهل العجين ديالي غير بالشيطة فمن بعد ما دوبت الزبدة فانخليها حتى تسدفها شوية باش فاش نديرها العجين ديالي كجمد عليه وغادي نجيب النشا عندي رفص فايا وغادي نرش على ذيك الزبدة كاملة ندك النشا فالطريقة جيد بسيطة وكيجيشنيك ناجح ورائع وغادي نجيب وغادي نقطع العجين ديالي على شكل ويكون الخطوط متساويين وغادي نجمع العجين ديالي الثانية نسرحها بنفس الطريقة فهذا بغادي نسرح الكورة ديالي الثانية حتى ترقاق بحالي درت الكورة الأولى باك نسرح العجين ديالي زيان فعنا من بعد ما اسرحت فغادي ندهن بالزبدة وغادي نرشو بالضقيق وغادي نرشو بالنشا فاكما لاحظو كما لاحظو ندهن العجين ديالنا كامل بالزبدة اللي كتكون دافية وغادي نرشو دابا بالنشا وغادي نقسم العجين ديالي بنفس الطريقة اللي قسمت العجين ديالي بنفس الطريقة وغادي نجيب العجين الأول اللي شكلت وغادي نحطه فلوسط هنا وغادي نجمع عليه العجين بنفس الطريقة وغادي ندخلو لتلاجة يرتاح مدة ديال نصف ساعة ونرجع نشكله فدابا غادي نغطيه بكيس بلاستيكي وندخلو لتلاجة يرتاح نصف ساعة فهنا من بعد مرتاح لي العجين في طلاجة نصف ساعة فبالرغم أنه في طلاجة راح خمر لياكين ما كتلاحظو فغادي نحتاج الزبيب والمربة ديال المشماش فالزبيب راح خديته وقطعته بالقطعة ديال الربع حتى ارققته لذلك الشكل فما نخليهش كبير كنا نرققه بالقطعة ديال الربع كنا نعرفوها كاملين فدابا غادي نسرح العجين ديالي في واحد السمك اللي غادي يكون متادل فما كان نرققوش بحالي رققناه في النوبة الأولى فكنا نخليه واحد شوية في واحد شوية ديال السمك ماشي بزاف على تشكلك ما كتلاحظو وغادي نجيب المربة ديالي وغادي ندهنو في العجين كامل فهاتش نكراك يجي رائع كنتمنى انكم تجربوه بنفس الطريقة فمن بعد ما غادي ندهنو بالمربة غادي نجيب ذلك الزبيب اللي قطعته أرقيق فكنا تلاحظو قطعته أرقيق فكي جيها كحسن وغادي نلويه العجين ديالي حتى تنحصل على واحد الرولو ومن بعد قصنا نجيبه شي سكيل اللي غادي يساعدنا باش ما يخسر لنش العجينة يكون ماضي شوية باش نقطع العجينة تكون مقادة لتخلى اللحظة الكويرات ديال ناجي بنقعد وغادي نقاط شنيك ديالي وغادي نحطه واحد صافيحة ديال الفرن لديهنسا بزبدة او إلي كان ورق الطهي فهم الأفضل ومن بعد غادي نخليه يخمر مده ديال نصف ساعة وغادي نخليه يخمر مده ديال نصف ساعة فاة حاولة الشنك فصفتها لقد مقتنعها حتى نقطع الشنك فاة الحاشية على العجن نطويها و نردها ملتعة لكي لا يستحللها في الطيب فاة الشنك فى الدولة فاة ننسيت ما نوريتها لكمش فاة نعود لهم فضروري هاد الحاشية دي اللي عجين كنا ردها للتحت باش ما كي تحلو لياش في الطيب بعد نستمر بنفس العملية حتى تنشكل العجين ديالي بنفس الطريقة وضروري نخليهم اي خمروا فكل ما خمروا فراكي يشنيك ديالنا اشتركوا في القناة نضغط على العجين ديالي واحد شوية ما كنضغطش عليها بزاف غير شوية ونخليها خمر ونكمل العجين ديالي الاخر اللي بقى فهنا من بعد ما خمر لي العجين كيما كتلاحظوا فلاحظوا داستن الساعة اختامر ليه وتضاعف الحجم دياله فغادي ندهن العجين ديالي بصفر ديال البيض اللي خففته بوحد شوية ديال الماء او الحليب فكيبقى لكم الاختيار وغادي ندخلوا الفر اللي كيكون مسخن من قبل وغادي نخفض درجة الحرارة المية وثمانين وغادي نبقى مراقبينه حتى يطيبوا لينا ويتحمروا ونطلقوا باش نشوفوا الشكل نهائي انتعشنيك ديالنا ديال اليوم من بعد ما طابوا اليشنيك فكيما كتلاحظوا راكي يجيوا مورقين وزوينين فكنتمنى ان الصورة تكون واضحة فهذا بغادي ندهنهم اما بالنباج اما بالمربا فليم توفر عندكم وغادي نزينوه من الفوق بشوية ديال اللوز او كاوكاو فكيبقى لكم الاختيار وليم توفر عندكم في المنزل قادي نطلقوا من بعد باش نشوفوا الشكل نهائي انتعشنيك ديالنا ديال اليوم وغادي نحلكم شيو حيدا باش كتشوفوهم كي يجيوا مورقين وكي يجيوا رائعين باش نشوفو باش نشوفو انتعش BREED ومن ثم كنتيكون هذا هو شكل نهائي تعشنيك ديالي اليوم شكرا